أهلا بحضراتكم مرة تانية هبتدي كلامي بمحمد صلاح نجمنا المصري العالمي اللي دايما بيشرفنا بعد مباراة امبارح قدام فريق منشستر سيتي المطش اللي كان حلو جدا بصراحة كرة قدم حقاقية شفناها امبارح من خلال المباراة دي وقمة الجولة في بطولة الدوري انجليزي الأكثر إصارة على مستوى العالم في الحقيقة لكن الأهمنا قوي تقلق محمد صلاح للمباراة تانية على التوالي هو أسبوع سعيد بالنسبة له بعد ما قدر أنه يحرز هاتريك في مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا بس حوالي 6 دقايق و12 ثانية لكن كمان امبارح قاد فريقه من خلال محاولات مكسفة على مرمى إدرسون ما كانش موفق في أول محاولتين ثلاثة في آخر واحدة قدر أنه يجيب هدف خاص وعلامة مسجلة لمحمد صلاح السرعة بتاعته بيقدر يستغلها بشكل كبير جدا حتى كان سيله في ظهره وعدى بالكرة وراح هو وجون طبعا إدرسون ما قدرش يعمل معها حاجة وقدر صلاح في ديئة 76 يحرز هدف ليفر بول الوحيد في هذه المباراة ولو كان داروين نونز يعني بص شوية على يمينه في كرة بعديها كان صلاح لوحده خالص لو أدهله كان صلاح ممكن يجيب الهدف الثاني ويا بخت اللي خلى صلاح في الفانتازي وما مشهوش لأنه في الحقيقة مشيته لكن قدر أنه هو مبرح بخلاف السري بوينتس بونس والنقاط اللي قدر ياخدها بعد الكرينشيت وكمان بعد الهدف المهم ده فبالتالي حاجة إجابية جدا بالنسبة لنحمد صلاح لكن بشوف أن دي كانت الفرصة الأخيرة لليفر بول لو كان هم عندهم الرغبة أن هم ينفسوا على بطولة الدوري وأكيد عندهم الرغبة رغم الصعوبة الكبيرة اللي بقت موجودة دلوقتي فكانت آخر فرصة بالنسبة لهم أن هم يعطلوا أحد المنافسين بقوة كبيرة جدا مع أرسنال لحد دلوقتي على بطولة الدوري إنجليزي هم فعلا يعطلوا منشستر سيتي يعني أن هم يفقدوا ثلاث نقاط بالإضافة أن هم يضافوا ليه ليفر بول عشان يكون فيه بصيص من الأمل بالنسبة لليفر بول بخصوص العودة في سباق الدوري الإنجليزي رغم أن الأمور صعبة في الحقيقة لكن بتديك أمل وبتديك دفعة كبيرة جدا أنك تكسب منشستر سيتي الفريل الأقوى على مستوى العالم للمطشات اللي جاية أنك تقدر تواصل انتصاراتك عندهم المطشات جاية معتقد مع وستان في الأنفلد برضو يتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح لكن عايز أركز بالتحديد على الحالة اللي بيعملها محمد صلاح لما بيتقلق وإزاي كل المصريين بيبقوا سعداء إزاي بنشوف التايم لاين على السوشيال ميديا في كل التطبيقات في الحقيقة الناس كلها بتتكلم عن محمد صلاح الناس كلها بتنشر صوره المود بيبقى مظبوط كده شوية لما صلاح بيقدر أنه يتقلق ونشوف عالم مصري في درجات الأنفلد ونشوف الهتاف الشهير جدا الإيجيبشن كينج ده هتاف بالنسبة لنا يعني حاجة بنفرح بيها جدا لما تكون اللاعب مصري من عندنا هنا من مصر من نجريج اللي قدرت أنه يتتفوق عن نيرويج مبارح بعد ما إيرلين جاللوند ما قدرش أنه يحرز أهداف خالص في المبراءة أو حد حتى الآن ليه في البريمير ليج ما قدرش يحرز فيها أهداف ولا يصنع على الإطلاق ويمكن هو اللاعب مطشين قدام ليفر بول مطش في الكميونيتي شيلد في بداية الموسم قبل الانطلاق بطولة الدوري ما قدرش أنه يعمل أي حاجة وقدر ليفر بول يفوز تلاتة واحد ومبراءة المبارح اللي ما قدرش أيضا أنه هو يحرز أهداف على ليفر بول وشكلها كده اعتبار عقدة الهولند زي ما صلاح أصبح عقدة له مطش ستر سيتي وواصل إحرازه للأهداف قدام فريق جورديولا اللقطة كمان كانت جميلة جدا بعد المطش جورديولا اللي هو أفضل مدرب في العالم في الحقيقة على مدار سنوات عديدة سابقة ولحد دلوقتي بيبقى حريص جدا أنه هو يشيد بمحمد صلاح يتكلم معاه يعتذر له بشكل أو بآخر أنا فسرتها كده على اللي حصل مع برناردو سيلفا شوف كمان احترافية صلاح في التعامل مع الأزمة اللي كانت عابرة خلال الموبرأة مع برناردو سيلفا لما كان صلاح ليه فاول برناردو كان متشعبت كده في صلاح بيحاول يوقعه ولقطة تبايل لك قد إيه مدى قوة صلاح ما شاء الله عليه ربنا يحميه يا رب من الإصابات ومدى إصراره على الحفاظ على القرى لكن اللي حكى ما أنصفوش في لعبة زي دي تنرفس كلوب خرج مطرود في نفس الوقت برناردو سيلفا راح يشد مع صلاح حاول يحتكي به جسديا صلاح باحترافية كبيرة جدا وبأخلاقه المعهودة عليه وأنه هو بيحاول بشكله وبآخر ما يقللش من كنته ونجوميته بشكل كبير أه أكيد وجه بعض الكلمات القاصية لبرناردو سيلفا لكن محتكيش به جسديا ودي اللقطات بشكركم يا جماعة طبعا الناس صحي معنا حلوة قوي الكلام ده دي لقطة بصراحة عابرة أنه إنت إزاي تقدر توقف محمد صلاح برناردو سيلفا من أفضل لعبين بالمناسبة نشوفهم في العالم لعب كبير جدا ولعب مؤثر قوي في صفوف منشستر سيتي لكن مش أول لقطة ببرناردو سيلفا مع محمد صلاح السيل فاتت في الهدف الشهير لمحمد صلاح اللي راوخ فيه برناردو سيلفا وعد من أعتقد ساعتها دياز وقدر أنه يجيب هدف عالمي في مؤثر منشستر سيتي الدور الأول على ما تذكر أعتقد الدور الأول السيلفا كان لقطة برضو موجود فيها برناردو سيلفا لكن ده بيبين لك مدى الكواليتي ومدى جودة محمد صلاح هذا اللاعب العالمي اللي أكيد يعني ما عندوش فرص السينادي نفوز بالبالندور النهاردة بتحديد في الحفلة لكن في كل الأحوال من المرشحين ودي حاجة برضو بنفتخر بيها سعداء جدا بنجمينا العالمي محمد صلاح الأهم أنه هو يعني الاستفاقة دي تستمر بالنسبة له ويواصل على هذا المنوال وهذا الأداء المميز خلال المباراة القادمة مع ليفر بول سواء في الدور الإنجليزي أو حتى في بطول الدور أبطال أوروبا بالمناسبة أسبوع كان سعيد بالنسبة لكل محترفين المصريين في الخارج بداية مرموش اللي قدر أنه يحرز هدف على طريقة عماد متعب في الاتحاد الليبي أكيد فاكرين المباراة دي ونقدرش ننساها 3-0 للأهلي وكان هدف رائح كمان لشهاب وكان فيه هدف للمحمد فضل على ما تذكر لكن هدف عماد متعب كان الأحلى في الحقيقة أول مبارح بتحديد عمر مرموش جاب هدف نسخة طبق الأصل من هدف عماد متعب اللعيب مميز جدا عمر مرموش أتمنى أنه ينضم من الدور الإنجليزي وأتوقع أن هذا حيحصل كمان مصطفى محمد جاب هدف معنى أنت فوزه بربعية على بريست الفرنسي مبارح في الدور الفرنسي أحرز الهدف الثالث وخد كمان أفضل لعب في الشهر فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة للعابي مصر المحترفين في الخارج ولعابي منتخبنا الوطني الأول أحمد حجازي هدف كمان مبارح مع اتحاد جدا في مرمو الوحدة في الديئة 78 تقريبا هدف من ضرب ركنية بالرأس قدر أنه أحرزها وهدف أقصى من رأع على أحمد حجازي من ثاني يا جماعة بتريز جي تريز جي جاب هدف في بيشكتاش أحد فرق القمة في تركيا هو لعب ترابزون بطل الدوري الموسم الماضي في تركيا هدف أيضا كان جيد فتريز جي بيواصل تقلقه أحمد حسن كوك كمان جاب هدف ربما كنش نسيت حد يا جماعة أعتقد كده بس يعني تقريبا قلنا كل الأسماء فكل المحترفين زي ما حالكم شايفينهم في الصورة بيتوهجوا في الملاعب الأوروبية وأكيد أبرزهم من الجمينة العالمي اللي بيلعب فأقوى دوري وهو محمد صلاح وبنفرح جدا لما أي حد من المحترفين يتقلق ويعمل يعني أداء جيد في مختلف المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى